هذا وكشفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تكثيف جولاتها التفتيشية على مدى الفترتين الصباحية والمسائية حيث شملت عدة مناطق مختلفة للمحال التجارية والهايبر ماركت بهدف مراقبة الأسواق ورصد المخالفات وضمان قيام المحال بعرض السلع خلال هذه الفترة الاستثنائية في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 والتي من ضمنها توافر المنتجات الأساسية في الأسواق والالتزام بكافة الأنظمة التي وضعت بقرار إغلاق المحال خلال هذه الفترة والتأكد من المحال المستثناء والتزامها بمعيار التباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة وكذلك الاطلاع على حركة العرض والطلب في السوق ومدى توافر السلع الغذائية بالإضافة إلى عدم زيادة أسعارها وضمان استقرارها كما أكدت الوزارة جاهزيتها لضبط أي حالات من خلال الحملات التفتيشية المستمرة والمتواصلة حتى في أيام الإجازات وبأوقات مختلفة حيث تم إعداد خطط تفتيشية متكاملة لهذا الغرض وأكدت الوزارة عدم تهاونها في فرض العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية والتي تصل إلى غلق المحل إداريا والعقوبات الجزائية المقررة بهذا الخصوص وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين ودعت الوزارة عموم المستهلكين والمتعاملين إلى الإبلاغ فورا عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرغم الظاهر على الشاشة أو عن طريق نظام تواصل أو أي قناة من قنوات الاتصال المتاحة في الوزارة